زيك يا زياد؟ زي حضرتك حمد الله على السلام الله يسلم حضرتك احنا احنا تأخرنا اننا نسمع منكو لكن انا مبسوطة قوي انك معنا النهاردة سمعنا قوي عن المبادرة وبصراحة اللي ما سمعش عن المبادرة سمع لما رايس قال انه العدد كان قليل قوي اللي تقدم في المبادرة فحكيلي بقى التفصيلة وانت عرفت عنها امتى وقدمت امتى طيب هو الكزة كلها ان انا بعد لما اتخرجت من الجامعة كنت عايز ان انا ابدأ اشتغل في مجال التكنولوجيا بالتحديد او يعني ما يسمى بعلوم البيانات فالفكرة كلها ان انا ما كانش عندي الخلفية الكافية ان انا ابدأ اخد اول خطوة في المجال ده فحبيت ان انا يعني اعرف ازاي ابدأ في المجال ده قبل ما اتكلم عن بنات مصر رقمية عشان عايز ادي كلهم مبادرة حقها انا انضميت الاول او اتحلقت بمبادرة مستقبلنا رقمي بمبادرة تانية اصغر شوية من بنات مصر رقمية هاي الفكرة كلها منها ان احنا بناخد شهادات اونلاين في المجالات اللي احنا احبنها فانا بدأت ان انا اخدت شهادة في تحليل البيانات واحدة تانية في تعلم القلة فده كانت بالنسبة لي زي اول خطوة ان انا اكتسب شوية خبرة في المجال ده وخليني يقول انك مهتم بالظبط يعني اكثر ناس بتقدر تعمل تغيير ذو سو كار زي ما بيقولوك انا يا زياد قبل ما بعد اذنك يعني تكمل كلامك معنا على تليفون مهانس محمد محسن مؤسس ورئيس واحدة من الشركات الرائدة في تصميم دوير الكهرباء ومعنا مهانس مايكل استفانوس مؤسس واحدة من مشروعات مبادرة مصر الرقمية بينضم الينا عبر سكايب احنا بس بنروحب بيهم كده تليفونيا وهم ان شاء الله مشاركين معنا في الحوار هنرجع لهم مرة تانية بعد ما زياد بس يحكي لنا عن مبادرة بونات مصر الرقمية وعرفت عنها ازاي تمام انا بونات مصر رقمية بعد لما خلصت خلاص مستقبلنا رقمي عرفت عن بونات مصر رقمية من من موالدتي هيكت شفيتها تقريبا في اعلان في الشارع عادي بعدين حكيتلي عنها فانا دخلت على الموقع بتاعها اللي هو دابي دوت جوف دوت اي جي ولقيت كل التفاصيل مكتوبة وكل شروط التقديم وكل حاجة هي شروط التقديم تريبا بسيطة انا مش فكرهم طبعا كلهم بس كانت حاجة اللي هو انا بقى مصري وابقى حديث التخرج حال تريبا حديث التخرج اللي هو مثلا في خلال الاربع سنين او خمس سنين فاته مش فاكر بالزبط وشروط تانية اللي هو مثلا انا لبقى عندي جي بي اي معين اوكي بس وطريبا دي واناك تكون خريج واحدة من كليات نظم المعلومات يعني بالزبط عند اساق او نظم معلومات او حاجات اللي هي كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرين كل حاجات بس فا استنى مش بس انا عايزة انا هنا هنا سنسكت قليلا ينفع قوي حد يشوف الاعلان عن المبادرة ويقول اه هنا نعملي بالمبادرات وينفع قوي حد مامته تقوله فيه مبادرة يقول لها بس كباري انا مش عامل حاجة ينفع حد يهتم اعتقد صدقوني ثلاثة اربع مشاكلنا انا مش مهتمين نجرب احنا طول الوقت يأسنين وشايفين ان مفيش فايدة انا مفيش فايدة ومفيش حاجة بتحصل على فكرة انا كنت واقع في نفس الوقت انت كنت واقع في نفس الوقت انا اصلا لما تقلي عليها قلت خلاص ماشي ماشي عشان بس ايه يعني عملتها اعملتها انا وقت في نفس الوقت قلت خلاص ماشي هقدم هقدم وقعد دخلت للمتا تقريبا وقتنشت بس بعدين هيقلت لي بسيط قلت لها قولت لها قوي بسيط بعدين بقى قلت عشان ايه قرد ضميري بس ما انا منيش فعلا فتحت وبسيط وليت ان التقديم سهل فقلت خلاص اقدم وخلاص بس قدمت وكل حاجة انا كل ده كنت فاكر عمطا ان ان احنا هنسافر برا بس قدمت وكلموني وبعدين امتحنت وعملت انترفيو كل حاجة عادت اه في الانترفيو بقى عرفت انها في مصر فساعتها بقى رجعت تاني شكيت تاني والهو قلت لأ خلاص حتى لو اتقبلت انا مش اكمل فيها عشان هو قلت يعني انا عايز اكسبيدينس جديدة وقلت انها مش تبقى جد يعني بالزبط بالزبط بقى هتبقى اونلاين تاني وانا لسا عمل مستقبلنا رقمي برضو كتا اونلاين فخلاص بقى كفاية اونلاين يعني بس فبعدين بقى جاري المكالمة ان انا اتقبلت وكل حاجة وانا كنت رافض يعني كنت اواخد القرار ان انا مش اكمل فيها بس قلت برضو عشان ابقى راضي زمتي وبقى ضمير مستريح ابقى ضربت للاخر فكان فيه قالولي على يوم تعريفي قلت اروحه واسمع كل حاجة وكنت اواخد معي الورق عشان قلت لو غيرت رأيي وحصل فانا اصيبه وارجع لبيت انا مبسوطة بصراحتك صداني انت جميل يعني احنا احنا مفيش حد فينا مثالي يعني وفاهم كل حاجة للاخر بزبط ويوم التعريف حصل ايه بس يوم التعريف بقى اكتشفت حاجات جديدة ما كنتش عارفها خالص زي ان هي مش بس عبارة عن درجة ماجستير وخلاص والي هو همشي وهرجع لدرجة ماجستير بس اول حاجة ان احنا بناخد كمية شهادات في الاول دي اصلا بترفع مسيرة ذاتية بذات ان اصلا حاليا الشركات بتبص على الحاجات الثانية غير الاكاداميكس فدي كتا اول حاجة غيرت رأي ان احنا بناخد تكنيكال سيرتيفكتس من من يعني شركات عمالقة في مجال التكنولوجيا حلو عب غير كده كمان في بقى بينموا المهارات القيادية والادارية عندنا وديكتا حاجة برضو مهمة تكتب في السيرة الزاتية نرجع بقى درجة الماجستير انا كنت اللي مخوفني انها تبقى اونلاين هم موفر لنا مقارة هنا في قاهرة ورشهادات بتاعتنا مش مكتوبة انها اونلاين اكنينا بالضبط اخدنا الماجستير من كندا هي الجامعة كتا الجامعة عطوة هم بس ففالمقار ده كانوا مجهزين النا بقى مجهزين وماعامل كل حاجة تقدر تستخدير كل حاجة كتا مجهزة فعش كده هي الشهادة بتاعتنا مش شهادة هون stainless هي شهادة اكنينا كنا في الجامعة هناك هم فكل ده خلاص يعني غير الانتباع اخد شهادتك من جامعة عطوة أخذت شهادتي من جامعة أطول. وأنت في مصر. وأنا في مصر. وكمية الشهادات والمهارات قيادية والشهادات اللي قبلها دي. وفيه كمان لغة. كالفتك كان بقى أستاذ بيش موانتس؟ أنا ما دفعتش لأي حاجة. ولا مالي. سفر. لو كانت أخذتها على نفقتك الخاصة كنت هددت كلفت. كنت هدفع كثير قوي. ألفات الدولارات. مش كده؟ أه. حاجة بتاعة 200 أو 600 دولار. تقتنع أيها. ده حاجة عظيمة جدا. أنا بقصود أقول مبسوطة أنا عايزة زياد بس يكمل كلامه الآخر. وبعتذر إن إحنا فيه تليفون معنا. لكن لكن هو ده تعريف بالزبط الفرص اللي ينفع حد فيه أنا وأنا وأنا واللي جنبي. ممكن ناخد نفس الفرصة. أنا بس رحت وجربته وحاولت واللي جنبي حس إنه مفيش فايدة من أولها. فبشكرك يا زياد إنك حكيت تجربة دي.